في طائرة وفي طريق عودتها بعد أشهر بعد احتجازها بطريق عير المشروع في روسيا وفي ظروف مأساوية فستعود بسرعة إلى أحضان عائلاتها وأحبائها وستكون معهم طوال الوقت هذا اليوم الذي عملنا عليه منذ وقت طويل لم نتوقف أبدا من أجل إطلاق صراحها وطبعا تطلب هذا مفاوضات مضنية وأود أن أشكر كل الذين عملوا في إدارة الذين عملوا بدأب لتأمين إطلاق صراحها كما أود أن أشكر الإمارات العربية المتحدة لمساعدتنا في إعادة المواطنة حيث حتى الطائرة هناك الأشهر الماضية كانت مثل الجحيم بالنسبة لها ولكل عائلتها تكون هذا اللي يتكلم أكم عرفتوه بيونسير بايدن رئيس الإمبراطورية زعيم الإمبراطورية الأمريكية على من يتكلم؟ الأمرأة وش قصتها للمرأة؟ الروس سجنوها اللي كانوا عندها المخدرات سجنوها في أي مكان جاءت داخلها هي هذه لاعبة باسكوتبول جاءت داخلها الروسيا درافت معها شوية مخدرات فتشوها الرواسة قبل عام لقوا عندها المخدرات سجنوها وأصدروا ضد حكم أقدمت الولايات المتحدة أشهر ما يشتغلوا فريق كبير يشتغل والإعلم الأمريكي يتكلم ومانيش عارف دنيا قايمة وهي أمريكية من أصول إفريقية خليط يعني أنت إفريقي وممكن أمريكا اللاتينية إلى آخره ويخرج الرئيس شخصيا ويتكلم على أن أمريكا حررت حررت هذه منين حررتها دا كانت في حرب لا كانت تدات المخدرات في أي بلد تدي المخدرات يلقوا عندك يسجنوك لكن هم اعتبروها باللي وجودها عند الروس فيش نية وش يدير أيضا اطلق واحد رجل أعمال الروسي مش رجل أعمال عادي بيع سلاح كانوا حكمين عليه ما نشعر بكم سنة سنوات طويلة جدا بدلوه بها قاتل الرواسة قالوا لهم كما تطلقوناش هذوك ما نطلقونش هذي هذي بهذه الروس في خضم قعد الظروف هذه اللي عيشوها وعلى تاجر السلاح قالوا لهم واء ما فيش المريكان يخرج الرئيس شخصيا يشكر الفريق ويشكر الناس ويتحدث عن معاناتها إلى آخره ها هو احترام الإنسان ها هو احترام الإنسان عندهم مش دايما بالصح في لحظات معينة خاصا لما تكون فيها دول ولما تكون فيها ناس يخرجوا